بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان محاضرة هذا اليوم رواية الآباء عن الأبناء ونبدأ كالعادة بالتعريف فالمقصود برواية الآباء عن الأبناء أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه الأب يروي عن الابن وهذا من لطائف الإسناد مثال على هذا النوع من الرواية الحديث الذي يرويه العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة فوائد معرفة رواية الآباء عن الأبناء أن لا يظن وجود انقلاب أو خطأ في السند لأن الأصل والعادة جرت أن يروي الإبن عن أبيه وهذا النوع مع النوع الذي قبله وهو رواية الأكابر عن الأصاغر يدل على تواضع العلماء وأخذهم العلم من أي شخص كان وإن كان دونهم في القدر والسن من أشهر المصنفات في هذا الفن كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر